نتكلم شوية عن تحدي آخر حيكون النهاردة إن شاء الله مع فريق رجال النادي الأهلي اللي حيواجه الزمالك الساعة 7 مسائل إن شاء الله في لقاء طبعا بيضمهم أو بيباحهم ضمن كأس السوفر الإفريخي اللي بيقام في النايجر كل التوفيق لفريق كرة اليد طبعا إن شاء الله بنتمنى لهم التوفيق في لقاء النهاردة. مبارح كمان تم إعلان سلبية مسحة الفريق وكمان تم عقد يعني أو المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال في النادي الأهلي عقد جلسة مع عضاء الجهاز الفني لوضع اللمسات الأخيرة قبل هذه المباراة. كمان تم عقد الاجتماع الفني للمباراة بحضور مندوبين من الناديين وممثل الاتحاد الأفريقي ولجنة الحكام لبحث الإجراءات التنسيقية الخاصة بهذه المباراة. عايزين نقول لكم كمان أنه تقرر خلال هذا الاجتماع أن يرتدي النادي الأهلي زي والمكون من اللون الأحمر بالكامل فيما يرتدي الحارس القميس الرمادي والبنثرون الأسود كمان تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بهذه المباراة واللي من بينها موعد وصول ومغادرة الفريقين وطبعا النزول لإجراء عمليات الإحماء في أرضية الملعب كل الدعم إن شاء الله وكل التوفيق وكل النجاح لفريقنا بإذن الله. نعايز أقول لك أن رجال يد الأهلي كمان بيستعد للمشاركة في بطولة كأس الكؤوس. هذه البطولة بقى اللي احنا بنتكلم عنها دايما. سيبطولة قوية جدا. تقام طبعا في النايجر خلاص خلال الأيام أو الأيام اللي جاية. الأهلي دايما هنتكلم بقى هو معودنا على حاجة واحدة. لما بنستضيف يا كريم أي حد بيقول لك نفس الكلام. أنا عايز أفوز. أنا عايز أتوك باللقب ومش في لعبة واحدة. مش في كرة القدم فقط. في مختلف الألعاب. بتضم بلقى البعتة طبعا أسماء عظيمة جدا وكبيرة جدا. والمشاركة فيه كمان بطولتين السوبر الأفريكي وكأس الكؤوس. يعني أسماء أنا مش عايز أعود أقول الفريق كله. لكن اللي احنا حنقدر نقوله للفريق دلوقتي. ربنا يوفقكو. انتو بتلعبوا باسم مصر وبتلعبوا باسم نادي الأهلي. تلعبوا باسم مصر والنادي الأهلي. فيعني كل الدعم ليكو أكيد. ونتبنى إن شاء الله انتو ترجعون لنا بالبطولة والكاس. هي برضو كأس الكؤوس دي مش سهلة أبدا. احنا كنا متابعينها قبل كده مع حضراتكو. بس احنا يعني نقدر ونقدر جدا. فكل التوفيق بإذن الله.